يا أخي ما هذا الحظ؟ حظ؟ ماذا تقصيد؟ لقد علمت بأنني سأنال علامة متدنية في امتحان اليوم ولم أنت متأكد هكذا؟ وكيف لا أكون متأكدا وقد حل شهر صفر؟ وما الرابط بذلك؟ لم أفهم شهر صفر هو شهر يقل فيه الخير كما يقولون ويكثر في أيامه الحظ المتعثر والسيء وهذا هو سبب علامة متدنية تمهل يا رجل ما هذا الكلام؟ كفاك تطيرني صاحبي فإن في هذا مخالفة صريحة لديننا الحنيف؟ وما الخطأ في ذلك؟ ما هذا إلا عرف من أعرافنا؟ إنما هو عرف فاسد لا أكثر فقد ورد عن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن الطيرة وما شابهها من تشاؤم وغيره فقال كما في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة خصص صلى الله عليه وسلم نفيه للتشاؤم في شهر صفر في نفس الحديث فأكمل قائلاً ولا صفر إذن فإن امتناع الناس عن الزواج أو العمل أو السفر أو غيرها من الأمور العادية في هذا الشهر ما هي إلا ضرب من ضروب الطيرة والتشاؤم وهذا ما أثبتنا عدم صحته بالحديث السابق فهمت يا سيدي ولكن ما برأيك أسوأ الأيام وشرها في ديننا كل الأيام أيام الله تعالى فلا تأثير لشهر معين على مجريات الحياة فكل الأمور بتقدير من الله سبحانه وتعالى وحده شراً كانت أو خيراً ولكن أكثر الأوقات شراً ما وقع فيه العبد بالمعصية أو الذن إذن فإن خيرية الأيام أو سوءها تعرف بأعمال العبد بمعصيته أو طاعته نعم صحيح جزاكم الله خيراً يا سيدي لقد أسعفتني من جهل مظلم وإياكم أخي الحبيب